بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة وطالبيات الثانوية العامة أهلا ومرحبا بكم مع دروس مادة اللغة الألمانية للصف الثالث الثانوي إن شاء الله هنستكمل لكتسيوني 2 الوحدة العشرة تحدثنا في حلقتين سابقاتين عن الكربرطيلي أجزاء الجس وي البفندن الشعور أو الحالة اللي أنا فيها أو شعور أو حالة شخص آخر وكمان خدنا جزء ضمائر الملكية زي في كل حلقة كده هنبدأ بأجزاء الجسم راجحها مع بعض سريعا الكربرطيلي وإن كلمة كربرطيلي بتتكون من جزءين دير كربر اللي هو الجسد ودير طي الجزء وطيلي الجمع بتاعه وبناخد الأرتيكل بتاعت طيلي طيب هناخد كده دس هار الشعر در كبف دير ركن الظهر دير أرم الزراع دير بوخ البط دير هند اليد دير فينجار اسبع اليد دا سباين الساق دير فوس القدم دير منش الإنسان كله على بعضه وكمان أخدنا ضمائر الملكية بس أنا عايز أقول حاجة في ضمائر الملكية عشان سيادتك تفهم أو تجاوب صح على ضمائر الملكية يجب معرفة الآتي رقم واحد على من يعود ضمير الملكية دائما يعود على ما قبله ما ذكر قبله ولازم نعرف أداة الاسم بعد ضمائر الملكية لو أداة الاسم دي هنضع نهاية ضمائر الملكية حرف ال-A لو دين في الأكوزاتيف نضع نهاية ضمائر الملكية A-N تذكر معي ضمائر الملكية إش ماين دو داين إير و إس زاين كل زي زي هي زي هم زي حضريتك ضمير الملكية معاها إير لكن زي أنا جروس حضريتك احترام برضو ضمير الملكية بباقي جروس إير أوير أويري فير أنزر نقول تاني إش ماين دو داين أر و إس زاين كل زي إير إير أوير أويري إحنا ليه بنقول أيري عشان هنا بنبدل الحروف ال-R مع ال-A فير أنزر طب ناخد أمثلة دماغك واجعك بتتكلم عن نفسك أو راسك فيها اصداع أو كده تقول إيه ماين كوب تود في ماين عشان كوب في الأرتيكل زير جود دير دير كوب ماين هانت إيدي تود في إيدي واجعاني دي هانت زودنا هنا الضمير الملكية إيه عشان هند أدتها دي ماين باين ساقي تود في فين تو بنفكرك كده بالفعل في تون يعني حاجبت واجعني ماين باين تود في داس باين ماين أوجن تون مش توت عشان هنا أوجن بلورال جم تون في دي أوجن والمفرد داس أوجي طب أنا هكلم واحد بقوله إيه دو انت دو زيست شلم أوس قلنا الفرب أو زين يبدو تبدو سيئ دين فوس قدمك ممكن أقوله دين أرم زراعك فوس أو أرم قلنا دين عشان دير دين هانت إيدك استيا جانستيك يعني قدمك منتفخة إيدك منتفخة فرد هو علي قال لي كمان أنا عندي آلام شديدة يبقى إحنا هنا تكلمنا عن مين بتكلم عن نفسي بتكلم حد طيب لأنا بتكلم عن أحمد أو عن تيمو أو عن أنطون أو عن أي اسم ولد أقول أحمد استكرانك أحمد مريد أحمد مريد عايز أقول رأسه هو أحمد بنعود عنه بإير وضمير الملكية مع إير يبقى زاين زاين كوبف توت في ونا في تون يعني بتوجعه زاين هانت إيدو توت في وجعاه وهنا الإي عشان هانت أدتها دي زاين أورين ودانو برضو هنا زايني عشان أورين أدتها دي تون في كده خلصنا أحمد وقلنا زاين طب ناخد على اسم بنت زي هالة أو مريم مثلا أقول مريم أربايت تتسوفيل مريم بتشتغل كتير إير كوبف توت في إير أوجن تون في إير كوبف كوبة أدتها دير إير آر مزرحة إير فوس قادمها لكن أقول إير أوجن عشان أوجن بلورال فورم فون دس أوجي صغة الجمع للمفرد دس أوجي دي أوجن تون في تون مع الجمع توت مع المفرد طب لو أنا بكلمكم أنتم أقول لكم مثلا إيه أحمد وقند علي أنا بتكلم مع أحمد وعلي بقول لهم إيه طبيبكم يا أحمد أنت وعلي طبيبكم استهير موجود هنا منزلكم استزاعة مديرنة حديث جدا مدرسيتكم استشون انزاوبار جميلة ونظيفة اير اوجن عيونكم زينت شون جميلة طيب لو أنا بتكلم علي أنا مثلا واخوية أو أنا واخوات اللي هو فير نحن عايزين نقول آور حاجة تخصي نحن بتاعتنا إيه نحن قلنا ضمير الملكية انزر أو انزري انزر لو الاسم اللي بعده أداته دير أو دست انزري لو الاسم اللي بعده أداته دي يعني أقول انزر آرتست طبيبنا كمتو هويت جاي النهاردة انزر هاوس منزلنا استوير غالي انزري براكسيس عيادتنا است طوير غالية است شمال ديئة انزري اوجن عيون زيند زيند جانس روت حمرة تمام يبقى كده لما نتكلم على ضمير الملكية لازم نركز كويس جدا على من يعود ضمير الملكية دي حاجة الحاجة التانية أداة الاسم بعد ضمير الملكية الحالة التالتة هل ضمير الملكية في حالة النوميناتيب ولا في حالة الأكوزاتيب وده اللي هنتكلم عنه حالا ضمير الملكية في حالة الأكوزاتيب لو وراء اسم أداة دير هيتحول ضمير الملكية مثلا لو مين واسم وراء دير زي كوب أو المين كوب لا هتبقى مينين كبف ده في حالة الأكوزاتيف عشان كده انت لازم تتذكر وانت كمان الأكوزاتيف كان الأداة دير بتتحول لدين طب تعالى هفكرك حاجة بسيطة كده من أولى و تانية كنا بنقول دير أداة المعرفة أين أداة النكرة كين إنه في مين أو دين ضمائر ملكية دول في حالة النوميناتير طب دير وإخواتها أو دير والناكرة والناكي وضمير الملكية فحالة الأكوزاتيف بيحصل إيه إن دير هتبقى دين وآين آين وقين كاين ومين مين وضين ضين وزين زين وإير إير وأير أير وأنزر أنزر تمام كده طيب لكي تتحول الأداة في الأكوزاتيف لابد من وجود فعل متعدي أو حرف جر بيعمل أكوزاتيف طب إيه الفعل المتعدي؟ خذ بالك أنا بفكرك زين فعل لازم ولو فعل ورا حرف جر برضو فعل لازم ما عدا زين وفعل ورا حرف جر هو فعل متعدي والأفعال المتعدية هي معظم الأفعال في اللغة الألمانية مثال زين ليب فند يجد هاب يملك نيم يأخذ تمام؟ دي أفعال متعدية هناخد عليها أمثلة طب إيه حرف جر ممكن يعمل أكوزاتيف؟ تمام حرف جر خدنا اسمه فور اللي هو لمدة أولي وفتكر كنا بنسأل عنه فور فيلانجي هو مش موضوعنا بس برضو بنفكرك كمان في حرف جر اسمه قوني بدون وبس حتى طيب ما تيجي ناخد كده أمثلة على الأكوزاتيف أقول أحمد هات اين البابا جاي أحمد عنده بغبغان إر عدا على أحمد هو إرليبت يحب نقط بابا جاي زير يحب مين؟ أحمد هو الفاعل وبابا جاي تمام مفعول طب بابا جاي أرتكل بتاعته دير طب أنا هقول الجملة تاني أحمد هات اين البابا جاي هنا أكوزاتيف اين البابا جاي إرليبت زين ولا زين البابا جاي زين عشان أكوزاتيف لأن أحمد زوبيكت ليبت ترانسيتيفز فاعلة متعدي بابا جاي أكوزاتيف أداته دير تتحول لدين طب أنا هنا عن دي زين تحل محل الأداء طب ناخد مثال تاني دينا هات اين أوتو دينا عندها سيارة إشفين دي؟ إير إيري إيرين أوتو زوبا أوتو تمام في حالة الأكوزاتيف طيب أوتو أداتها بس فهنا إير هتفضل بدون إضافة لأن الحاجة الوحيدة اللي بنضف لها لو الأداء دي أقول إيري لو دير في الأكوزاتيف هقول إيرين ناخد مثال تاني عادل هات كاينين روكزاك ما عندوش شانطة الظهرة حقيبة الظهر إير كان مين ولا مين روكزاك نيمن زير جوت مين روكزاك نيمن يقدر ياخد شانطة الظهر بتاعتي طيب بكلم أنا واحد بقوله نيمستدو بيت نوقة تاسميت أقوله داين باس ولا داينين داينين باس خد جواز صفرك معاك داينين باس ميت طب هو أنا بعرف منين الفاعل بتعرف الجملة تمام الفاعل كده خد ملحوظة همى ليك دايما بتلاقي الفاعل متصرف معايا إما قبله أو بعده يبقى أنا بقولك علامة تعرف بيها الفاعل فاعل الجملة هو اللذي يتم تصريف الفاعل معه إما يأتي قبله أو يأتي بعده طب يجي قبله ازاي زاي الجملة اللي أنا قلتها حالا نيمستدو بيت داينين باس ميت طيب أنا مثلا عايز أسترف ألم من واحد صديقي ألم يعني دير شتيفت أقوله كانش بيت فين الفاعل هنا زير جوت إيش كانش بيت داين ولا داينين شتيفت هابن زير جوت داينين شتيفت هابن عشان هنا في حالة الأكوزاتيف كده احنا في هذه الحلقة تناولنا ضمائر الملكية وإن إمتى ينتهي ضمائر الملكية بإيه أو إمتى يتحول في الأكوزاتيف زي داينين ومينين وإن شاء الله نستكمل الوحدة العشرة في الحلقة القادمة مع تحياتي محمد محمود مقدم المادة مدرس اللغة الألمانية وتحيات طارق عبد الفتاح مشرف المادة ومن الهندسة الإزاعية محمد عبد الرؤوف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر